السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مقاصد اهتمع علماء الأمة بمسائل السياسة الشرعية وتنوعت تعريفاتهم لها إلا أن المتفق عليه هو أنها تعنى بالشأن العام تدبيراً وإصلاحاً ولأن السياسة الشرعية تقوم على الاجتهاد في دائرة ما لم يرد فيه نص كان جديراً طرح السؤال عن مفهوم هذا المصطلح ومجالات تطبيقه وكذلك عن مقاصده وكيف يمكن للحاكم القيام بسياسة الرعية في الدولة الحديثة السياسة الشرعية ومجالات تطبيقها ومقاصدها هو ما نبحثه في حلقة اليوم من برنامج مقاصد للحديث في هذا المضوع يسعدني الترحيب الأستاذ سامي الساعدي عضو مجلسي الأمناء بهيئة علماء ليبيا أهلاً ومرحباً بكم معنا أستاذ سامي أهلاً بك أستاذ جهاد حياكم الله وحيا الله المشاهدين والمتابعين حقيقة السياسة الشرعية مصطلح أو جانب من جوانب التي اهتمت بها الشريعة وأفرد له كبار علماء الأمة سابقاً وحديثاً الكثير من المؤلفات والتصانيف لكن في السنين الأخيرة بفعل الأحداث السياسية وتطورات التي طرأت على البشرية وعلى الأمة المسلمة يعني ازداد الاهتمام بشكل واضح في هذه القضية عندما يتم الحديث عن السياسة الشرعية ما المقصود به تماماً ما المفهوم الذي يراد من هذا المصطلح ثم أين يلتقي وأين يفترق مع مصطلح السياسة حينما يطلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فعلاً هذا الموضوع يعني يكتسب أهمية كبرى كلما تعقدت الحياة وازدادت تعقيداً وتركيباً وأصبحت شائكة ونحن كمسلمين ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم في شرعه وقدره نؤمن كما يردد الكثيرون من العلماء والكتاب في ردهم على التيارات المناهضة للشريعة الإسلامية وتطبيقها والتشكيك في صلاحيتها الكل يردد أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وهذا لا شك فيه لكن المشكلة هو كما تفضلتم في تحديد هذا المفهوم لأن أي خلل فيه سواء لهذا الطرف طرف الجمود أو الإنغلاق أو طرف التمييع والانحلال سيسبب تشويها لهذا الدين ومفهوماته وبالأخص مفهوم السياسة الشرعية ولهذا كنت دائماً أقول لإخواني وأبنائي من الشباب أن كثيراً من الشباب الإسلامي المتدين أول ما يلتزم بأحكام هذا الدين وتعاليمه أول ما يواجهه هو مسائل العبادات ومسائل العبادات كما تعلم أستاذ جهاد هي مبنائها في الأغلب الأعام على النص وباب الأقيس فيها ومراعاة المعاني والمقاصد والعلل قليلة ولهذا يتشبع الشباب المسلم في بداية طريقه نحو الالتزام بتعامل أو بأحكام العبادات أكثر من غيرها فإذا توسع تهتماماته قليلاً بعد مرور مدة عليه وتوسع دائرة اهتماماته فإنه ينتقل لما يدخل في ميدان السياسة والمسائل السياسية ويريد أن يناقش الشأن العام في بلده أو في بلدان المسلمين يطبق قواعد وما هي باب العبادات في باب السياسات ولهذا نجد التشدد يظهر التشدد العبادات الأصل فيها النص توقيفية في أغلبها فيها أقيسة لكن قليلة بينما باب السياسات يختلف تماماً ولهذا يذكر هنا في هذا الباب المناظرة المشهورة بين ابن عقيل الحنبلي وبين أحد علماء الشافعية في مفهوم السياسة الشرعية وهذه المحاورة مهمة جداً ونقلها ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية ويستدل بها المعاصرون في هذا الباب عندما قال ذلك العالم الشافعي إن السياسة الشرعية ما وافق الشرع وهذه كلمة مجملة تحتاج إلى تفصيل وبيان فقال له ابن عقيل إذا قصدت أنه لا سياسة إلا ما لا يخالف الشرع فهذا صحيح وإذا قصدت أنه لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة لأن الصحابة لم يقتصروا على المنصوص ولهذا هناك تعريف عام وشامل ذكره ابن نجيم الحنفي يعرف السياسة الشرعية أنها فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي ولهذا الآن مثلا لو أردنا أن نطبق شيئا الآن من المسائل المعاصرة التي يكتر فيها الجدل بين مضيق وموسع يعني قضية المظاهرات الآن التي صاحب التوراة الربيع العربي بعض الناس يعني يقول المظاهرات هذه لا تجوز لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذا الأسلوب وهذا الأسلوب جاءنا من الكفار هذا خلل في مفهوم السياسة الشرعية لأن هذا ليس من باب التعبدات حتى تطلب عليه نصا أو أثرا أو فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم وحد الصحابة لكن ربما يسوق دليلا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار من حيث الإطلاق وليس فقط في العبادات فماذا يمكن أن يرد في هذه الحالة؟ لا يعني العلماء عندما تكلموا عن مسألة التشبه تكلموا عن ما هو من خصائص دينهم حتى الآن الملابس الآن بعض الناس يظن أن هذه الملابس مثلا الفرنجية تدخل في باب التشبه وهذا غير صحيح أولا لأنها ليست من خصائص دينهم وثانيا أنه لو فرض أنها من باب التشبه المذموم فهي الآن شاعت ربما كانت من باب التشبه المذموم في أول نشوئها وظهورها لكن الآن أصبحت شائعة بين المسلم وغير المسلم فالتشبه المذموم هو ما كان من خصائص دينهم ولذلك يضربون له مثالا بالزنار وهو الحزام الملون الذي يلبسه الراهب مثلا أو القس في الكنيسة فلا يدخل هذا فيه وإلا سيرد على من يقول بأن مظاهرات من باب التشبه يعني سيدنا عمر رضي الله عنه يعني أخذ نظام الدواوين من الفرس عبدة النار بل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فكرة الخندق يعني من سلمان الفارسي وهو أخذها من قومه الفرس المجوس يعني ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من فعل عبدة النار لا نفعله أو من سلوكهم هذا أمر لم يرد فيه نص بعينه ينهى عنه أو يحرمه ويحقق مصلحة للناس لكن أستاذ سامي حقيقة ذكرت نقطة مهمة جدا ينبغي تحريرها أكثر لأن هناك كثير من الجدل بشأنها المظاهرات من حيث المبدأ ليست محرمة أو ليست مرفوضة شرعا إذا لم يترتب عليها ضرر لكن ربما هناك من يسوق يقول بعدم جوازها بما ترتب من أضرار بالغة وقعت في بلاد المسلمين بسبب هذه التظاهرات نعم إذا الموضوع يخضع لفقه الموازنات لكن لا يقول أن أحد لنا إنها حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلكها ولم يرشد إليها ولم يفعلها الصحابة ولا التابعون أنا يعني المحل النقد في الاستدلالات هو هذا لأن باب السياسة الشرعية ليس بابا تعبديا غير معقول المعنى وإنما هو في أغلبه هو مداره على المصالح والمفاسد ولهذا السياسة حتى هو معانيها اللغوية تدور حول إصلاع القيام على الشيء بما يصلحه سواء كان فرسا أو كان رعية أو غير ذلك فهو ما يحقق المصلحة ولا يصادم حكما شرعيا تابتا مستقلا هذا فيما يتعلق بالسياسة الشرعية لكن أين تفترق وأين تلتقي مع مصطلح السياسة بالمطلق حينما يطلق هذا المصطلح؟ نعم يعني السياسة لا تراعي أحكاما شرعية ولهذا قيدت هذه بقيد كونها شرعية الآن مثلا ربما نتكلم بعد قليل عن مرتكزات السياسة الشرعية ومن أين تأخذ موضوع المصلحة طيب المصلحة معروفة في الشريعة وفي علم الأصول أنها ثلاثة أنواع هناك مصالح ملغاء طبعا أستاذ سمي لو أذنت لي قبل أن نصل إلى هذه النقطة التي هي مهمة جدا حقيقة أريد أن أسألك إذا ما اتخذ الحاكم أو جملة القرارات والقوانين والمراسيم الذي يتخذها الحاكم أي حاكم؟ هل هذه القوانين والقرارات والمراسيم تدخل تحت عنوان السياسة الشرعية؟ نعم بضوابطها طبعا نعم تدخل أكيد يعني هو المهم أنه ينطلق في اعتماد هذه القرارات أو سن هذه التشريعات والقوانين فيما يحقق مصلحة للناس ولا يصادم حكما شرعيا تابتا مستقرا ولماذا نقول حكما شرعيا تابتا مستقرا؟ لأن لا نقول ما جاء فيه نص أحيانا هناك بعض المسائل حتى لو أتى فيها نص ولكن يثبت للعالم المجتهدي بالاستقرار أو بالنظر أن هذا النص جاء مبنيا على علة أو على وضع قائم فإذا تغير هذا الوضع يتغير الحكم حتى لو ورد فيه نص وربما نضرب لهذا أمثلة مثلا يعني سيدنا عمر رضي الله عنه يعني أوقف سهم المؤلفة قلوبه مع أنه نص قرآني قطعي التوبوت سبحان الله يعني هذا كنت أريد أن أبحثه معك ولكن في المحور الثاني كنت تريد أن تتحدث أستاذ سامي عن أسس السياسة الشرعية هذا ما كنت أريد أيضا أسألك عنه من أين هذه السياسة الشرعية تستقي أسسها؟ نعم طبعا السياسة الشرعية في مغضمها وفي عامتها هي في مساحة بعض الناس ربما يسميها مساحة إباحة أو مساحة عفو يعني مبنىها على في أكثر مسائلها مبنية على المصلحة المصلحة التي تسمى في وصول فقه المصلحة المرسلة يعني لأن هناك مصالح معتبرة نص الشارع على اعتبارها هذا لا كلام فيها واضحة هناك مصالح ملغاء الآن مثلا بعض الدول كما في بعض الدول الإسلامية العربية للأسف يقول لك نحن نريد أن يعني نسمح ونقنن ونرخص لتجارة الخمور لأن تجارة الخمور تنعيش الاقتصاد وتجلب السواح وهذا دخل مهم جدا ونحن نعاني من ديون على البلد ونعاني ضيقا في الاقتصاد وهذه مصلحة هي نعم ولكنها ملغاتة لأنك أنت تريد المال فتضيع العقل ومراتب المقاصد الشرعية الخمس العقل أهم من المال لا نهدر العقل نفسد العقل وندمره من أجل المال هذه مصلحة ملغات بل إن الخمر القرآن نص على أن فيها منافع ليس كل شيء فيه منفع أو فيه مصلحة يعني يكون مشروعا وإنما يشرع ما كان مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة على الأقل ويمنع ما كان مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة هناك بعض الأمور ينظر الإنسان يرى فيها مصالح لكن مفاسدها أكبر مثل الخمر لكن مفاسدها أكبر فهذه المصالح القليلة في جنب المفاسد الكثير مصالح غير معتبرة شرعا فالمصلحة المرسلة التي هي لم ينص الشارع على اعتبارها ولا إلغائها ولكنها ملائمة لتصرفات الشارع في الجملة هذه هي المصالح المرسلة طبعا من أشهر الآئمة الذي عرف عنه الأخذ بها هو الإمام مالك رضي الله عنه من أوسع المذاهب هو مذهب مالكية في الأخذ المصالح ولكن اعتبارها أو الأخذ بها من حيث الجملة هذا متفق عليه بعض الفقاء قد لا يسميها مصلحة يسميها قياسا مثلا ولكنها تدخل في باب المصلحة المرسلة التي شهد الشارع لجنسها بالاعتبار أو ملائمة لتصرفات الشارع وأحكامها يضربون لها مثال مثلا الصحابة جمعوا المصحف في كتاب واحد سيدنا عثمان أحرق المصاحف الأخرى يعني عندما رأى مفسدة من اختلاف المسلمين طيب أستاذ السامي عندما يكون الحديث عن المصالح المرسلة في الدائرة الفقهية لا إشكال ولا حرج لكن قد ينشأ الحرج والإشكال عندما تدخل في قضية الحكم والحاكم والخليفة فالمصالح المرسلة قد يكون مصطلحا سائلا يعني مرنا يتفلت فيه الحاكم كيف يمكن ضبط المصالح المرسلة بحيث لا تتحول إلى مطية لأهواء الحاكم ورغباته هذا نقطة مهمة جدا وهذا يعني المنهج الوسط الذي نعتقد أنه الصراط المستقيم البريء من الغلو والجمود ومن التفريط والتمييع هو بين طرفين وسط بين طرفين ولهذا يعني خطورة الجمود الجمود يعني مثلا ابن القيم عندما نقل هذا الحوار أو هذه المناظرة بين ابن عقيل والرجل الآخر عقب عليها تعقيبا مهما جدا ويهمنا الآن في وقتنا في عصرنا يعني يقول وهو بصدد الكلام عن البينة عند القاضي البينة بعض الفقهاء يضيق مفهومها ويقول هي شاهداء عدل يعني لابد من شاهداء عدل ابن القيم مجمل كتابه هذا الطرق الحكمية في السياسة الشرعية يريد أن يوسع مفهوم البينة ولهذا ذكر يعني كيف الصحابة توسعوا في مفهوم البينة الحكم الأخذ بالقرائن مثلا ولهذا يقول إن بعض الفقهاء عندما يجمد يعني ويضيق يعني مفهوم البينة فيجعل الحاكم الذي هو ليس بفقه ولكن عنده عقل وعنده ربما حكمة بدون يعني تعلم الأحكام الفقهية فيقول مستحيل الشريعة يعني تفتح الباب للمجرمين مثلا واحد ما ليس لدينا شهود على أنه ارتكب الجرم فيخلى سبيله وهو متمرد ورئيس الشهور بهذا والقرائن تجعل الشبهات تدور حوله ابن القيم يقول الحكم بالقرائن هنا مشروع ونافع لكن في إطار ضيق يعني ليس بالمبالغة فيها ولكن لابد من اعتماد لأن البينة كما يقول هي اسم لما يوضح الحق ويبينه فالمهم أن الجمود وتضيق ما وسعه الشارع الآن نحن نتكلم في باب السياسة هناك مساحات وسع فيها الشارع في باب السياسة ربما ضيق فيها في باب العبادات لكن باب السياسة يختلف فعندما يأتي الفقه ويجمد على منقولات معينة ويضيق على الحاكم فماذا يحصل للحاكم؟ هذا حاصل كلام من القيم ينفر من الشريعة جملة ويأتي بسياسات سلطانية أخرى ما أنزل الله بها من السلطان فهذه خطورة الجمود وأيضا التميع كما تفضلت يعني نحن الباب ليس مفتوحا على مصرعي يعني يفعل الحاكم ما يشاء لا هناك ضوابط عامة وهذه لابد فيها يعني من الجمع بين علم الشرع وعلم الواقع عندما نقول هذا الطرار الآن يبيح لنا ما هو محظور في الأصل من الذي يقدر أنه الطرار أو لا؟ من يعلم الواقع ولهذا الفقيه حتى يحكم بأن هذا استثناء وضرورة تبيح هذا الفعل أو تبيح ترك هذا الواجب أحيانا لابد أن يحيط علما بالواقع فإذا فقد المفتي أو القاضي أو العالم إذا فقد أحد ركني الفهم فهم الشرع أو فهم الواقع يختل الحكم وهذا ما يقودني إلى سؤالك السياسة الشرعية عندما تمارس في الدولة في الخلافة أي أن يكون هل هي مسؤولية الحاكم أو الخليفة أم هي مسؤولية الفقهاء؟ مسؤولية كليهن مسؤولية كليهن هذا أنا أذكر مرة سمعت في برنامج في إداعة البي بي سي قبل أكثر من عشر سنوات يعني مرأة معروفة هي من مصر مرأة علمانية متطرفة في علمانيتها كان موضوع تولي المرأة للقضاء مطروحا في مصر في ذلك الوقت وطرح الأمر على الأزهر فأصدر فتوى بالجواز طبعا كما تعلم يعني هو مسألة فيها هناك من يقول بجوازها يعني الحنفية وابن جرير ببعض الضوابط والجمهور يمنعون يعني أن تتولى المرأة للقضاء لكن هناك قول فقهي معتبر بجواز تولي المرأة للقضاء فاعتمد الأزهر هذا القول وأفتاهم بالجواز فهذه المرأة متضايقة فالمقدم البرنامج يقول لا لماذا أنت متضايقة وأنت تنادين بحقوق المرأة والأزهر سمح بذلك قالت له أنا أصلا معترضة على مبدأ الرجوع إلى الأزهر حتى لو وافق لماذا هل نحن في كل شيء لابد أن نرجع إلى الأزهر نحن إذا كنا دولة مسلمة لابد أن نرجع إلى الحكم الشرعي ولهذا لابد أن يكون النظر في هذه المسال مزيجا من الساسة والفقهاء لابد من ذلك على طريقة المجامع الفقهية المجمع الفقهي إذا أراد أن يبحث مسالة في الطب لابد أن يكون في النقاش أطباء حاضرون أهل اختصاص أهل الذكر في هذا الباب هل يدخل هذا يعني إذا كان هنا هذا الكلام يعني أن الفقهاء اعتبار في الدولة ألا يدخل الدولة هذه تحت بند الدولة الدينية؟ لا هذا طبعا كلمة الدولة الدينية أولا هو مصطلح وافد علينا من عهد القرون الوسطى في أوروبا الدولة الدينية تعني الكنيسة المتحكمة والتي تحارب العلم وتضيق ما وسعه الله سبحانه وتعالى ولهذا لابد أن نقول إن جمود بعض الفقهاء وتضيقهم ما وسعه الله يدخلهم في مشابهة القساوسة الكنيسة في العصور الوسطى وهذا ما يحذر منه ابن القيم أنك تضيق ما وسعه الله على الحاكم فيكفر الحاكم بالشريعة جملة لابد أن تقف عند حدود ما أنزل الله على رسوله توسع ما وسعه الله سبحانه وتعالى لسيما في باب السياسة وتقف عند الحدود التي لا يجوز التفريط فيها إذن دور الفقهاء في مجمل العملية السياسة الشرعية في الدولة الإسلامية هو عدم تضييع مصالح العباد من منظور الشريعة مقيد بحفاظ على مصالح العباد من منظور الشريعة نعم يعني الآن مثلا إذا نظرنا في كلام من كتب في السياسة الشرعية من الفقهاء في شروط الإمام عندما يتكلمون عن شروط الإمام ناقشوا يعني شرط الاجتهاد هل يشترط أن يكون الإمام مجدهدا؟ نعم قال بعضهم يشترط وقال بعضهم لا يشترط وتوسط بعضهم كالغزالي وابن الحزم فقالوا يستحب لماذا لم يجب أو لم يشترط بعض الفقهاء شرط الاجتهاد في شخص الحاكم أو الإمام لأنه كونه مجتهد هذه وسيلة للوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى وهذا يعني إن حصل باجتهاده بشخصه أو برجوعه لأهل العلم فالمقصود الشرعي يحصل بالسؤال طيب فلا ضرورة الاشتراك لكن لا بد أن ي الله سبحانه وتعالى ماذا قال في موضعين من كتابه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا عام في الحاكم وغيره إن كنت لا بس ربما تكون كفأا والكفاءة هذه أهم شرط بعد الإسلام هذه أهم شرط في رئيس الدولة أن يكون كفأا لهذا المنصب لهذا المكان أرجو المعذرة هذا يعني خصصنا له أيضا يعني مجال البحث بعد الفاصل لكن قبل أن نذهب إلى الفاصل أستاذ سامي المجالات مجالات الحياة التي تطولها السياسة الشرعية طبعا نحن نعتقد ما اعتقده علماؤنا ونص عليه أنه ما من نازلة وما من حادثة وما من واقعة إلا ولله سبحانه وتعالى فيها حكم بعض الناس عندما نناقش مسألة الدستور مثلا هل نقول الشريعة الإسلامية وهذا حصل عندنا في بلادنا بعد الثورة هل نقول الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي ولا نقول هي المصدر الوحيد أو طيب إذا قلنا المصدر الوحيد يعني نضيق يعني كيف نفعل في قوانين المرور فكنت أنا أقول لهم أن أناقشهم وأوضح لهم ما ذكره علماؤنا كابن عقيل وابن القيم يعني قوانين المرور لا تخالف نصا أو لا تخالف حكما شرعيا ثابتا مستقرا فهي من السياسة الشرعية بمعناها الواسع يعني لا تخافوا هناك مساحة عفو ومساحة إباحة مثلا في الأنظمة الأموال أو نظام الضمان الاجتماعي مثلا في بلد من بلدان الأوروبية يعني صالح ويحقق رخاء للناس ليس فيه الخطوط الحمراء التي نهى الشارع عنها في المعاملات المالية كالغش والربا والاحتكار مثلا فلماذا لا يعتمد يعني يعتمد كما اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق وكما اعتمد عمر بن خطاب رضي الله عنه يعني نظام الدواوين وهو نظام فارسي مجوسي وهذا لا علاقة له بالمعتقد يعني طيب سامي يعني قبل أن نذهب إلى الفاصل إذا كانت المسائل التي لم يرد نص فيها ومساحة العفو مثلا مثل قضية الدواوين قضية المرور قضية الهندسة إلى آخره يعني كيف يمكن أن يطلق عليها سياسة شرعية وهي تنظم أمور لم تدخل تحت إطار الشريعة أو لا هناك لا يوجد نصوص لا يوجد نصوص نعم لكن لا تدخل تحت إطار الشريعة هذا يردنا إلى مفهوم السياسة الشرعية إذا اتفقنا على هذا المفهوم الواسع للسياسة الشرعية الذي يفتح الباب أمام الحاكم والمجتهدين في اعتماد ما يصلح حال الناس في دنياهم وفي آخرتهم فإذا يبقى مفهوم السياسة الشرعية واسعا يعني لا يضيق على الحاكم في اعتماد ما يرى من أنظمة وقوانين وقرارات تصلح أحوال الناس إما في دينهم أو دنياهم بل حتى أنا ذكرت ربما في بداية حديثنا يعني حتى ما بعض الأشياء التي يرد فيها نص ولكن هذا النص مربوط بواقع مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاط ضالة الإبل هذا معروف في السنة ويعني قال لمن سأله غاضبا ما لك ولها يعني عندما تجد جملا ضائعا لا تأخذه لا تلتقطه لأن صاحبه سيجده والناس لن يتطلعوا إليه فيسرقوه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ينطبق على المال الذي يجده في الشارع المسلم ربما نعم هذه حكم اللقطة معروف في الفقه والحديث لكن لقطة الإبل يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاطه لا تلتقطها حتى لحفظه لأن صاحبه سيجدها الناس لم يكونوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرقونها لكن لما تولى سيدنا عثمان الخلافة تغير حال الناس وأصبحت الأيدي تمتد حتى إلى ضوال للإبل فأمر عثمان بالتقاطه رغم ورود النص لأن النص كان ورد لحال معين تغير هذا الحال وهذا محل نظر والشهاد من الناس وهذا في شواهد في فترة خلافة عمر بن خطاب رضي الله عنه سأبحثها معك أستاذ سامي لك لو أذنت لي أن هذا بلا فاصل مشاهدين الكرام نعود إليكم بمتابعة الحواء بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن السياسة الشرقية ومقاصدها والحديث دائما مع الأستاذ سامي الساعدي عضو مجلس الأمناء في هيئة علماء ليبيا أجدد ترحيب بكم أستاذ شيخ سامي السياسة الشرعية وظيفتها الأساس هي انطلاقا طبعا من المفهوم ولكن استدراك على ما قد يكون قد فاتنا هل وظيفتها الأساس هي إصلاح العباد أم البحث في مصالحهم؟ إذا قلنا إن السياسة الشرعية تحقق مصالح العباد في الدنيا والآخرة فلن يبقى هناك اختلاف المصالح لا تقتصر على الدنيا لأن المسلم مؤمن بأن هذه الدنيا محل عبور ولكن الشريعة الإسلامية وسياستها الشرعية تصلح حاله في الدنيا والآخرة ولهذا يعني من الطريف أن بعض الملاحدة لا يؤمنون بالله كما يقول حتى بعض العلماء المعاصرين لا يؤمنون بالله ولكنهم يؤمنون بالإيمان بالله ما معنى هذا؟ هو يقول أنا لا أؤمن بيوم آخر ولا أؤمن بإله بوجود إله أصلا ولكني مقتنع أن إيمان الناس بيوم آخر وبحساب وبإله هذا يحفظ المجتمع وقال بعض الملاحدة لولا الإيمان بالله وهو ملحد يقول لولا الإيمان بالله لسرقني خادمي ولخانتني زوجتي يعني إذن هذا اعتراف منهم أن الأحكام الشرعية تحفظ للناس أحوالهم وتصلح حالهم في الدنيا فعندما نقول أن تصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة قال لابد أن نقول إن الشريعة تصلح الناس وتحقق لهم مصالحهم إذن في المفهوم العام وجدت السياسة الشرعية لإصلاح الناس أولا ومن ثم بعد ذلك البحث عن مصالحهم بعد صلاحهم معا يعني معا يعني الشريعة الإسلامية تحقق مصالح العباد في العاجل والآجل هذا كلام الفقه والوصولين من زمان يعني ليس كلاما حديثا هي تحقق مصالحهم الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ما هذه المصالح؟ مثلا في الدنيا هذه الشريعة الإسلامية وغيرها من الشرعي السماوية جاءت لحفظ الضروريات الخمسة المعروفة يعني مقاصد الشرعية حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال وبعضهم يجعل النسل والعرض يعني مختلفين فيجعلها ستة وبعض المعاصرين حاول أن يوسع مفهوم يعني محافظة على البيئة أو محافظة على الأمن وهذا صحيح ولكنه داخل في النهاية إذن عدم الأمن صار الاعتداء على الأنفس والأموال يعني مثلا فهذه المصالح الشرعية مصالح العباد المهمة كل الأحكام الشرعية جاءت للمحافظة على هذه المصالح الخمسة يعني إما من جانب كما يقول الإمام الشاطبي إما من جانب الوجود أو من جانب العدم يعني من جانب وجودها وتقويتها وتثبيتها وترسيخها أو من جانب حفظها مما هو واقع فيها فعلا من فساد أو من الفساد الذي يتوقع أن يطرع عليها يعني وقاية وعلاج إذا صح التعبير هذه كل استقرار الأحكام الشرعية كلها جاءت لتحقيق هذه سبحان الله كنت سأسألك عن المقاصد التي وجدت السياسة الشرعية من أجل تحقيقها لكن ربما في هذه الإجابة شيء مضمن بالجواب على هذا السؤال وهنا أريد أن أسألك عن وسائل تحقيق هذه المصالح هل جاء في السياسة الشرعية وسائل محددة أم أن الوسائل أيضا من ضمن المعفو عنه يدخل في ساحة العفو لا يعني ليس السياسة الشرعية السياسة الشرعية جزء من الفقه وإنما خصت بإسم للاهتمام بها أو لجمع ما تفرق منها في كلام العلماء وغيرها لكن هي مبتوثة في كتب الفقه ومبتوثة في أحكام الشريعة ولهذا عندما نقول أن أحكام الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العبادي في الدنيا تحقيق هذه المصالح الخمسة يعني معناها أن السياسة الشرعية تحقق مصالح العباد في العاجل والآجل ولا ننسى أن الإباحة حكم شرعي وهذه مسألة مهمة تغيب نحن من خلال المناظرات لبعض الساسة وبعض المشطاء حتى بعد الثورة في بلادنا لاحظنا غياب هذا المعنى أو عدم فهم بعض الناس أو بعض السياسيين لهذا المعنى يعني يقول أن هذه مسألة مباحة لا علاقة بالأحكام الشرعية يعني فيها كيف لا علاقة الإباحة أصلا حكم شرعي يعني الشريعة تقول لك أنت سياسي هذه المساحة اجتهد فيها لما يصلح الناس عندك خطوط حمراء لا تقربها كما قلنا في النظام الاقتصادي للبلد نحن كبلد مسلم عندما نريد أن نعتمد نظاما اقتصاديا يجب أن لا يكون فيه الغش والاحتكار والربا وهذه لكن في غير ذلك من الأنظمة والآن المعاملات المالية تعقدت كثيرا ما دامت لا تصادم حكما شرعيا تابتا مستقرا وتحقق مصالح الناس فهي من الشريعة من السياسة الشرعية بمعناها الواسع فهنا لا يبقى إشكال يعني أفهم من سياق كلامك أستاذ سامي أن السياسة الشرعية هي تصدر عن مجموعة من القواعد والأحكام النظمة لهذه السياسة الشرعية والتي تبحث عن صلاح العباد ومصالحهم لكن إذا موقع تعارض أو تناقض حتى بين هذه القواعد النظمة للسياسة الشرعية والأحكام وبين رؤية الخليفة أو الإمام أو الرئيس أو الملك فكيف يمكن التوفيق بين هذا التعارض بما لا يدفع مصالح العباد ولا يتعارض مع القواعد هذه العامة هذا قلنا لابد من المشورة بين هذه الأطراف كما ذكرت في قضية طريقة عمل المجامع الفقهية إذا ناقشنا مسألة في الطب فلابد من حضور الأطباء إذا ناقشنا مسألة هل هذه ضرورة أم ليست بضرورة لابد أن يحضر السياسي والمطلع على الواقع ويحضر العالم والفقه هذا إذا قلنا نحن مسلمون ونريد يعني نظاما في بلادنا لا يعارض أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها لابد من الطرفين معا ويعملان لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل أثرت نقطة مهمة أستاذ السامي قبل قليل وهي أحيانا لجوء الحاكم إلى الاجتهاد بما يتعارض ظاهرا مع نص شرعي وحصل هذا كثيرا ربما في ولاية عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه عندما في قضية سواد العراق وفي قضية إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم وحتى في قضية صلاة الترويح عندما جمع الناس في صلاة ترويح جماعة وهو ما لم يكن حاصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متى يمكن للحاكم أن يلجأ إلى الاجتهاد بما يتعارض مع ظاهر النص الشرعي إذا ثبت للمجتهد أو للعالم أو للباحث أن هذا النص جاء مبنيا على عرف ما أو مصلحة ما أو علة وتغير ذلك العرف أو تلك العلة أو ذلك النص أحضرني هنا مثال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع الحبوب قال البر بالبر كيلا يعني لأن التبايع المقايضة في الحبوب كان يدخلها الربى يعني في الربى يتعاملون بالوزن بالكيلو مثلا الآن وليس بالحجم ليس بالكيل هل يتغير أو يبقى وهذا محل خلاف بين الفقهى الحقيقة يعني أبو يوسف من الحنفية يقول يتبع العرف مع أنه منصوص عليه لكن هذا النص جاء بناء على عرف قائم في ذلك الوقت فإذا تغير العرف أو إذا تغير الحال مثلا يعني كما ذكرنا في مسألة ضوال للإبل حضرتك الآن ذكرت مسألة سواء العراق وهو مثال واضح ومهم سواء سيدنا عمر عندما وخالف فيه كثيرا من الصحابة في هذا قبل أن يعودوا إلى رأيه نعم نعم وهو أصر ونظر لمصلحة الأجيال القادمة قال إذا قسمنا هذه الأرض وهي أرض خصبة جدا ما بين النهرين يعني سيأولوا أمرها إلى المرأة الواحدة والطفل الواحد والشخص الواحد وتبقى أجيال من المسلمين يعني محرومة من هذا فاجتهد في ذلك ورفض التقسيم وتركها بأيدي أصحابها وأخذ منهم الخراج يعني له مقابل بقائهم في تلك الأرض طبعا هذه مسألة فقهية لا نريد أن نطيل فيها لكن البعض يجعل الأرض أصلا هي الحاكم فيها بالخيار كمن القيم مثلا حقق أن الأرض ليست مثل باقي الغنائم نعم ليست مثل المنقولات الأرض يعني للحاكم أن يقسمها إذا رأى ذلك أصلح وله أن يضرب عليها الخراج ويتركها بأيدي أهلي إذا رأى ذلك أصلح هذا في المساء الفقهية لكن لو ذهبنا قليلا إلى صلب الموضوع أكثر أستاذ سامي وفيما تعلق بالقضايا السياسية حصل في تاريخ المسلمين كثيرا أن يلجأ الحاكم إلى ربما التعامل أحيانا مع بلاد غير مسلمة والاستعانة بها على بلاد مسلمة أو على مسلمين ثم تجد كثيرا في التاريخ تجد كثيرا من العلماء ممن برر هذا تحت سقف أن الحاكم يجب طاعته وهذا من مسائل السياسة الشرعية التي هو يقدرها ويقدر مصالح البلاد والعباد يعني هنا هذا الأمر في مسائل السياسة الشرعية كيف يمكن ضبطه كيف يمكن نقده من منطلق الشريعة يعني الاستعانة بالكافر لمحاربة المسلم ليس فقط هذا إنما مبدأ الولاية العامة للحاكم مثلا عندما يكون الحاكم فاسدان ومثلا يوجد من يرقع للحاكم ويقول لا ينبغي التطاول عن الحاكم أو الإنكار عليه في العنى وإلى آخره هل هذا يعني يدخل في مسائل السياسة الشرعية ينبغي التعامل مع الحاكم من خلالها؟ لا بد هنا أن ننتبه لفساد للأسف موجود في بعض أهل العلم يعني نحن يعني العلماء لهم منزلة ولكن هذه المنزلة لها شروطها يعني أما أن يصبح العالم مرقعا لفساد الحاكم هذه مشكلة كبيرة يعني الآن حضرتك ذكرت يعني مسألة عدم الإنكار العلني يعني هل ننكر علنا أو ننكر سرا؟ هذا موضوع يعني يخضع للمصالح والمفاسد أحيانا يشرع الإنكار العلني وهو أنفع وأحيانا يشرع الإنكار السري أما إطلاق القول بأنه لا يجوز إنكاره علنا ويستدلون بحديث ابن عباس وهو حديث يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فليأخذ بيده ولينصح له سرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم لكن نجد مثلا أبا سعيد الخدري أنكر على مروان بن الحاكم عندما غير وخطب العيد قبل الصلاة يعني جذبه من توبه وهو صاعد إلى المنبر وأنكر عليه علنا وهذا سبب ورود الحديث المشهور من رأى منكم منكرا فحدث به أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الحادثة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان بل النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم في مسائل الشرع والوحي ولكن في مسائل الاجتهاد البشري يعني الصحابة خالفوه علنا يعني خالفوه علنا في مسألة مثلا إعطاء تلو التمار المدينة لغطفان يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رفض هذا الرأي عندما عرفا أن هذا ليس وحيا وحكما يعني نازلا من السماء هو اجتهاد بشري والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا نعطيه فما بالك بالحاكم يعني الذي هو ليس بنبي ولا معصوم أصلا نعم لكن في مساء الاستعانة بغير المسلمين على قتال المسلمين بما يحقق المصلحة الجغرافية لهذا القطر المسلم هل ثمت ضوابط شرعية تمنع الحاكم من الذهاب بعيدا في الاستعانة بغير المسلمين على المسلمين تحت عنوان الحفاظ على هذا القطر الإسلامي هل ثمت ضوابط شرعية تضبط السياسة الشرعية هو أصلا الاستعانة بغير المسلم على غير المسلم فيها خلاف وتفصيل وضوابط يعني فما بالك إذا كان الاستعانة بغير المسلم على المسلم هذا أشد يعني هذا يعني معظم العلماء لا يسمحون به أبدا لكن الاستعانة بغير المسلم على غير المسلم هذه لها ضوابط مثلا أن البعض يمنعها إلا في الخبرات كما نقول اليوم وهذا المشهور من المذهب المالكي أنه لا يجوز الاستعانة بالكافر في الحرب إلا في أمور ليس في القتال ويستدلون بحديث إرجى فلن نستعين بمشرك وهناك من يجيز بضوابط بضوابط أن يكون مأمونا وأن يؤمن انضمامه إلى العدو الآخر فيضر المسلمين وأن تكون الكلمة للطرف المسلم وليس للطرف الكافر هذه ضوابط لابد من مراعاتها هذا في النهاية قبل أن نذهب إلى الفصل يقودنا إلى السؤال الذي كنت تريد أن تتحدث عنه ورحلناه إلى هذا الوقت الصفات والمؤهلات التي ينبغي أن يحملها الحاكم أو الخليفة حتى يتمكن من سياسة الناس والرعية وفق مصالحهم وضوابة الشريعة نعم أنا ذكرت مسألة الكفاءة أو الكفاية كما يقولون إذا أردنا أن نعبر تعبيراً عامياً اليوم نقول نحن يملأ مكانه هذا الرجل يملأ هذا المكان مؤهل لشغل هذا المنصب الكفاءة هذا من أهم الشروط بعد الإسلام طبعاً والعقل والبلوغ يعني هذا من أهم الشروط شروط الأخرى التي يختلف فيها البعض مثلاً مثل القراشية أن يكون من قريش وغيرها هذه يمكن التنازل عنها عندما تفقد أو يتعسر وجودها أو في مسألة المتغلب يعني ربما نتكلم فيها إذا ناسب المقام يعني قد لا يكون قراشياً فلا نتمسك بشرط القراشية حتى على قول الجمهور أنه شرب ابتداءاً لكن إذا كما يقول الشاطبي في الاعتصام إذا وجدنا قراشياً غير كفء وكفءاً غير قراشي لا نختار القراشي هل تحرر لنا معنى الكفاءة هنا؟ يعني إذا كان كفءاً وليس من الصالحين ليس صالحاً بالمنظور بميزان الإسلامي نعم نعم يعني وهذا يقول أن الاشتراط العدالة والعدالة أن يكون مستقيم السيرة يعني غير مرتكب للكبائر وغير مصر على الصغائر ومعروفة يعني صفة العدالة في الحاكم هذا عموماً صفة العدالة وهي مشترطة في الحاكم ابتداءاً لكن إذا وجدنا عدلاً وطائعاً لله تبارك وتعالى وعاجزاً وضعيفاً ووجدنا رجلاً فيه فسق لم نجد غيره لكنه كفء فيقدم الكفء الكفاءة أهم شرط بعد الإسلام والعقل والبلوغ أهم شرط يعني فالمقصود هو أن أهليته وخبرته التي تمكنه من تحقيق مقاصد هذا المنصر تحقيق مقاصد الإمامة أو الخلافة أو الرئاسة أو السلطنة أو حسب الاصطلاح نعم وصلنا إلى الفاصل سنكمل حديثنا بعد الفاصل نذهب إلى فاصل أخير قبل العودة لاستكمال ما تبقى من زمن الحلقة اشتركوا في القناة أهلاً وسهلاً بكم ومشاهدين الفاضلين وصلنا إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم في الحديث عن السياسة الشرعية ومقاصدها مع ضيفنا الأستاذ سامي الساعدي عضو مجلس الأمناء في هيئة علماء ليبيا مرحباً بكم ورغاً أخرى أستاذ سامي في عصرنا اليوم تغيرت كثير من المفاهيم حتى مفهوم الدولة ومقتضياتها السؤال هو وخصوصاً في الدولة الحديثة كيف تؤدي السياسة الشرعية دورها في ظل هذه المفاهيم الحديثة نحن نتحدث عن الدولة الحديثة وربما اختلفت أقيسة تحديد مصالح الناس ومصالح هذه الدولة في العصر هنا دور السياسة الشرعية كيف يقول لا بد أن نقرر لا مناص من تقرير أن الأصل أن المسلمين جسد واحد وأن الأصل هو العمل بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وكما كان الأمر على أهد الخلفاء الراشدين وبعدهم بقليل يعني لكن للواقع أحكام تفرض نفسها ولهذا يعني يعني تكلم الفقاء على قضية إذا انقسمت الأمة هذا حكم ليس من حيث الأصل الأصل هو الاجتماع والاعتصام بحبل الله وأن تكون يعني الرئاسة أو الخلافة أو الإمامة متحدة هذا الأصل يعني ولكن الأصل وجوباً هذا الأصل وجوباً وجوباً على الراجح أو يسقط عند العجز وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله يعني ذكر ثلاثة أو أربع أقوال وقال أعدلها قولان أنها يعني مستحبة أو أنها واجبة وتسقط للعجز يعني ليصورة الخلافة يعني شكل الخلافة الراشدة يعني غير الملك وغير الأشكال الأخرى لشكل الدولة أو نظام الحكم في الدولة ولكن عندما يعني يحصل شيء يجعل المسلمين متفرقين سواء لعجزهم عن الاجتماع أو لتقصير منهم أو من بعضهم لكن الواقع الآن مثل ما حصل يعني عندما انقلب العباسيون على بني أمية وكما تعلم عندما فر عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس وأقام دولة أموية في الأندلس مع وجود الخلافة العباسية في بغداد يعني أصبح هنا دولتان فهل نقول للعباسيين أنتم خارجون على السلطة الشرعية خلافتكم باطلة ونبطل أحكام قضاتهم ومعاملاتهم وجهادهم وتوزيعهم للزكوات والأموال وتصرفاتهم التي يتصرفونها بحكم الإمامة أو نقول للدولة الأموية أنتم يعني دولة غير شرعية لأنكم قمتم على إمام متغلأ العلماء أقروا هؤلاء على حكمهم وأقروا هؤلاء على حكمهم وهذا يعني ذكر العلماء من مختلف المذاهب ذكروا أن المتغلب أو الحاكم المسيطر على بقعة من الأرض أو على قطر من الأقطار يأخذ أحكام الخليفة المذكورة في كتب السياسة الشرعية حيث يبلغ سلطانه في تلك البقعة في تلك البلدة أو في ذلك القطر يعني أحكام أن يتجب طاعته في غير المعصية يعني يحرم الخروج عليه إذا كان مسلما أو على القول الآخر حتى لو تغلب أو جاء بغير رضا الناس؟ هذه مسألة المتغلب لكن قبل أن أسألك عن هذه كنت أسألك عن الدولة الحديثة عندما نحن نكون في دولة حديثة بمقتضيات مفاهيم حديثة حدثية كما يقال الآن السياسة الشرعية التي ينبغي أن تساس بها الدولة والرعية هل هي تكيف وفق معايير الدولة الحديثة وحضور القانون أم أن هذه المعايير ينبغي أن تكيف مع ما تريد السياسة؟ هذا كلام مجمل يحتاج إلى استفصال يعني هناك شيء قد تصادم أمور شرعية يعني مثلاً نحن عندنا الآن في موضوع كتابة الدستور تكلمون عن عدم التمييز بين الرجل والمرأة بالإطلاق نحن نعلم أن الأمم المتحدة عندها اتفاقية سيداو وهذه اتفاقية كارتية لا يجوز لدولة مسلمة أن تعتمد حتى عدة دول رفضوا بعض الفقرات فيها يعني قضية عدم التمييز بين الرجل والمرأة هكذا بإطلاق هذه فيها مخالفات يعني لابد أن تحدد فهذا كلام مجمل نقف عند كل حالة بحسبها لكن أنا فهمت من سؤالك عن قضية تعدد الأقطار الإسلامية ماذا نفعل فيها؟ هذا أمر واقع الآن هذه حدود سايكس بيك ووضعها عدونا لا شك في ذلك الأصل أن الأمة واحدة ونشوء الدولة الوطنية ونشوء الدولة الوطنية لكن من باب التعامل مع الواقع الذي لا نستطيع أن نغيره الأصل هو الاتحاد والاعتصام بحبل الله ولكن طالما قام حاكم مسلم في هذا القطر وحاكم مسلم في ذلك القطر وامتنع اجتماعهم لعجز منهم أو عجز من بعضهم وتقصير من الباقين كما يقول ابن تيمية في الخلافة والملك في كتاب الخلافة والملك وهو جزء من مجموع الفتاوى في المجلد الخامس والثلاثين قد يكون عجزا من بعضهم يريد وهو صادق يريد وحدة المسلمين لكنه عاجز عن ذلك وتقصير من الآخرين قد يكون الإنسان لا يريد لمصالحه لكن هذا واقع هل نبطل الأحكام التي تقوم وهي ليست مخالفة في نفسها للأحكام الشريعة ومبادئها بحجة الاختلاف أبدا حتى لما قامت دولة المرابطين وتحكمت في المغرب والأندلس ويوسف بن تاشفين هو لم يكن معينا من الخليفة العباسي في بغداد الخليفة العباسي كان عاجزا لكن العلماء كالغزالي وابن العربي أفتوه بأننا نظن أن الخليفة لو عرف وضعك وما تقوم به هنا لا عينك أجازك ولهذا لك أن تتصرف باعتبارك سلطانا حاكما شرعيا صراحة أدركنا الوقت كنت أريد أن أسألك عن قضية الحاكم المتغلب لعلنا نضمنها في حلقة مقبلة في موضوع له صلة بهذا الموضوع أشكرك أستاذ سامي مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها الأستاذ سامي الساعدي عضو مجلس الأمناء في هيئة علماء ليبيا شكر الله لكم متابعتكم إلى لقاء مقبل بحفظ الله تعالى في أمان الله شكرا